لا تكاد ليبيا تخرج من منعطف حتى تدخل في مطب في ظل تبادل الاتهامات بين مجلس النواب والحكومة حيال المتسبب فيما وصلت إليه الأمور بالبلاد خاصة مع إصرار ثلاثين نائبا من برقى شرق البلاد على سحب الثقة من حكومة الوحدة واتهامها بالتهميش وغياب عدالة التوزيع وإفراغ الشرق من مؤسساته في حين ترى الحكومة أن رئيس المجلس وعددا من أعضائه يعملون على عرقلة عملها بعدم اعتماد الميزانية وبحث عدد منهم عن مصالحهم الخاصة طبعا الآن السراع الذي يحدث حاليا من حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب هو السراع الطبيعي نتيجة البقاء والمكوث في السلطة أكثر فترة موكرة هذا على وجهة نظري وتعبيري ولكن هناك فشل حقيقة في حكومة الوحدة الوطنية خصوصا في أداء الضعيفة إذا قامت بحكومة الوحدة الوطنية لفترة السابقة وطبعا حتى هو في ظل عدم وجود ميزانية هو يعتبر عايق حقيقي أمام أي استحقاق تكون بحكومة الوحدة الوطنية ولكن طبعا فشل هو أدى إلى مسألة سحب الثقة منها ولكن طبعا سحب الثقة يكمن في عدد النصاب لداخل مجلس النواب غدا وهذه طبعا مشكلة حقية تواجه مجلس النواب لأن مجلس النواب ليس متفق بالكامل على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية عملية سحب الثقة بدورها لم تخلو من الانقسام فاللائحة الداخلية للمجلس تعطي الحق للأغلبية المطلقة وهي خمسون عضوا زائد واحد بسحب الثقة بينما يشترط الإعلان الدستوري الأغلبية الموصوفة وهي ثلث أعضاء المجلس أي 120 عضو وبينما سبق تستمر الخلافات هو مسألة أنا ضد سحب الثقة من الحكومة أنا مع مسألة أي نعم مع محاسبتها بصراحة ولكن سحب الثقة من الحكومة في هذا التوقيت يعني منزل أربع شهور على انتخابات 24 ديسمبر فأعتقد بأنه سيعرق بصراحة مسألة انتخابات 24 ديسمبر وسط ما يحدث من مناكفات يتابع الشارع الليبي بترقب مصير حلمه بالوصول للانتخابات وتأثير ما يجري على إمكانية إجرائها